الضغط هو على العراق وليس على الكويت يعني نشاط الجماعات المتطرفة والتي أعتقد ويعتقد كثير من الكويت أنها نتيجة لسياسات داخلية عراقية يعني لا تنسى أن داعش أو القاعدة كما سبق ظهرت في فترة واختفت في العراق اختفت لأسباب وظهرت لأسباب وبالتالي ظهور داعش أو التطرف أو القاعدة ليس حتميا بل هو نتيجة ممارسات معينة وأجواء معينة طائفية عندما تكون الحكومة العراقية تقوم بممارسات طائفية ضد العرب السنة بالتحديد يعني نسميهم تظهر حاضرة شعبية للتطرف كما حصل في 2005 و2004 ولكن عندما يزول هذا التمييز ضد العرب السنة ويتم إدماجهم في الحياة السياسية كما حصل عام 2006 تحول العرب السنة إلى هم الذين طردوا القاعدة وتجندت العشائر السنية عندما شعرت أنها جزء من العراق وأن هذه الدولة العراقية لا تلفظها بل تستوعبها تحولت إلى طارد للقاعدة عندما عادت سياسات الحكومة العراقية الطائفية كما السابق عادت الأجواء والحاضنة الشعبية إلى داعش نعتقد أن المسأل العراقي الداخلي نتمنى أن تكون هناك معالجة حصيفة للوضع في العراق أن لا يكون هناك تهميش لأي طرف خصوصا الطائفة السنية وهي طائفة كبيرة نعتقد أن الحل الأمني ليس الوسيلة الوحيدة الحل الأمني لم يستطع الأمريكان بقوتهم العسكرية وآلتهم الجبار على الأرض أن يخمدوا هذه الأمور ولكن هناك أمور أخرى اجتماعية سياسية إدماجية قد تخفف من الاحتقان الداخلي